بعد أشهر من الاستقرار في أسعار صرف العملة الوطنية عاد الريال إلى التراجع مجدداً ليصل لنحو 550 ريالاً للدولار الواحد مراقبون يربطون التراجع الجديدة بتقارير تتحدث عن وجود شبهات فساد وعمليات مضاربة منظمة طرفها مسؤولون في البنك المركزي وشركات صرافة وبحسب تقارير فإن مسؤولين في البنك المركزي قاموا بشراء العملة من صرافين محددين ثم بيعها للتجار بسعر أقل من سعر السوق ما تسبب في خسارة البنك المركزي لجزء من احتياطاته تزايد شبهات الفساد المتعلقة بالمسؤولين في البنك المركزي دفعت اللجنة الاقتصادية إلى تقديم مذكرة تطالب فيها رئيس الوزراء بالسماح لهيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في اشتباه بتورط مسؤولين بالمضاربة بالعملة وتقاسم الأرباح مع شركات الصرافة خلال شهر نوفمبر الماضي وبحسب اللجنة الاقتصادية فقد وصل فارق بيع العملة خلال شهر واحد إلى نحو ثمانية مليارات وتسعمائة وتسعة وستين مليون ريال ما يعادل سبعة عشر مليون دولار ويرى مراقبون أن عمليات المضاربة تلك صارت أشبه بنهب منظم لأموال المواطنين يتحمل مسؤوليتها البنك المركزي المناط به وقف عمليات المضاربة والحد منها حفاظا على قيمة العملة اشتركوا في القناة